برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب يشارك وفد نيابي غدا السبت في أعمال المؤتمر السادس للرؤساء المجالس والبرلمانات العربية في العاصمة المصرية القاهرة والذي سيعقد تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب نرحب بك في نشرة أخبار الثالثة ولو تطلعنا على أهمية مشاركة الوفد البرلماني لمملكة البحرين في المؤتمر والموضوع الرئيس الذي سيتناوله هذا المؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يشارك وفد مملكة البحرين البرلماني برأسة معالي رئيس مجلس النواب في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وتأتي هذه المشاركة طبعا الاستعراض الأبرز محققته مملكة البحرين من منجزات رائدة في كافة المجالات وأيضا المسيرة التنموية الشاملة للمشروع الإصلاحي للجالة المجم والموضوع الرئيسي الذي سيتناوله هو المؤتمر سيكون رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي وفي الواقع هو موضوع مهم وموضوع حديث الساعة وسيستعرض المؤتمر مختلف كلمات رأساء البرلمانات وممثلين الوفود وأيضا تأتي هذه المشاركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين حيث أننا قمنا بزيارة البرلمان المصري وتناولنا العديد من جلسات المباحثات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين هذا في الوقع ملخص لهذه الزيارة نعم من القاهرة سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر